لن يعود العراق بعد احتجاجات كتوبر كما كان قبله هكذا وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والبحوث والدراسات الأوضاع في البلاد بعد انتفاضة تشرين الأول طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات وأدوات القمع التي استخدمتها أدت لارتفاع حالة الاستياء الشعبي المتفاقم أساساً ضد فساد أحزاب السلطة خاصة وأن الاحتجاجات تركزت في محافظات الوسط والجنوب والتي طالما عدتها الكتل والتيارات السياسية قاعدة دعم لها خلال الانتخابات ولعل الجانب الأكثر إثارة للدهشة في احتجاجات تشرين هو أنها جاءت متأخرة للغاية فرغم مرور نحو عام على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي فقد تيقنت جميع بأنها عاجزة ومشلولة وعلى ما يبدو فأن صبر العراقيين نفده من تسويف وعود الإصلاح ومحاربة الفساد ومع ذلك كانت هناك شرارة قوية لانطلاق الاحتجاجات رغم عدم وجود هيكل قيادة واضح وبعيداً عن أي دعم حزبي كما كان يحدث في السابق حين كانت كتل بعينها تتبنى تظاهرات مثل الحزب الشيوعي والتيار الصدري لأغراض وصفها البعض بالاستعراضية أمام المنافسين حكومة عبد المهدي وفقاً للمجلس الأوروبي استفادت من خبرات ميليشيات الحجد العسكرية والتي اكتسبتها خلال المعارك ضد تنظيم الدولة للتصدي وموجات الاحتجاجات بشكل عنيف واستخدام المفرط للقوة ولعل الأمر الأكثر أهمية والذي ركز عليه المجلس الأوروبي في تقريره أن اقتراحات الحكومة وما وصفتها بالاستجابة للاحتجاجات جاءت في محاولة لتهديئة الموقف فقط بتوفير مئات آلاف الفرص للعاطلين على العمل وتخفيض سن التقاعد وتلك الوعود لن تزيد الأوضاع إلا سوءاً حيث أن حزمة الإصلاح المزعومة هذه كما يؤكد المجلس الأوروبي ستغرق البلاد في أزمة اقتصادية أعمق لكونها تتعارض مع توصيات البنك الدولي وترسخ عقلية الدولة الريعية وفي الواقع لن تمنح هذه الوعود سوى وقت إضافي للحكومة ستحاول أن تتنفس فيه فلا مؤشرات لإمكانية الإيفاء بالوعود في ظل مراكز سلطة خفية تتحكم بالأوضاع ولن تسمح في خسارة مكاسبها ومصالحها مهما كان الثمن تتحكم بالأوضاع